للكوارث البيئية علامات وهنا يظهر قسم منها ففي وسط نهر دجلة المار بمدينة الموصل يعكس بروز كتل اليابسة هذه حجم الخطر الذي بات يهدد الزراعة والسكان وباقي مظاهر الحياة في المدينة تداعيات خطيرة لنقص المياه الحاد في نهر دجلة تحدث عن تفاصيلها خبراء في قطاعي الزراعة والري مؤكدين أن استمرار نقص المياه يوسع من رقعة التصحر ويعمق معاناة السكان المعيشية نحذر من مخاطر انخفاض المياه التي ستكون تأثيرها عكسي خاصة أننا نمر في أزمة مناخية واحتباس حراري مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الأعاصير التي فيها كم كبير من الغبار والأتربة التي بدأت تشتاح المدن بسبب اتساع رقعة التصحر وباستثناء السبب الأبرز لانخفاض مستوى مياه نهر دجلة والمتمثل بقطع المياه من دول المنبع لا سيما إيران يضع مسؤولون أسباب أخرى لنقص المياه لا تقل أهمية عن سابقاتها طبعا هناك عدة أسباب لهذه الشحة السبب الأول انخفاض مناسب نهر دجلة بسبب انخفاض الإطلاقات المائية من سد الموصل وبالتالي التأثير على مشاريعنا وخاصة مشروع ماء الأيسر الجديد هذا المشروع الذي يغذي حوالي 65% من الساحة الأيسر من المدينة بالإضافة إلى أن هناك جهات قامت بإنشاء مجمعات سكنية خارج تخطيط العمراني للمدينة وبالتالي التأثير السلبي على حصة المواطن الموصلي وخاصة ضمن الأحياء الرسمية التي هي ضمن فدود البلدية نقص مياه نهر دجلة أثر كذلك على الكسبة والفلاحين إذ بات يهدد مصدر رزق شريحة واسعة منهم ماكو سيدس على السمات ينزل من فوق إلى جوه ليس يدلوه ليس يدلوه عش كيلوات لو ما يسيدلوه كان قبل من ينزل يعني من هنا إلى حمام علي أقل ما يسيدل يسيدلوه وينتين اليوم الكثير من المزارعين أدهم تخوف من عملية الزراعة بسبب قلة المياه الموجودة وأيضا الكثير من المربين المواسي والأغنام اليوم أيضا هم متخوفين من هذا الموضوع ويؤكد سكان محافظة نينوى أنه بات لزاما على الحكومة عقد اتفاقيات تخص تقاسم المياه بشكل عادل مع دول المنبع والشروع في بناء سدود جديدة وإدامة الموجود منها أملا في تدارك كارثة مائية مقبلة تهدد جميع مظاهر الحياة في البلاد